اشتركوا في القناة وثق السائح الخليجي عبر مقطع فيديو مصور بثه على حسابه الشخصي على منصة تويتر من داخل غرفة الفندق التي يسكن بها وثق اللحظات الاولى لزلزال تركيا القاسي وكل شيء من حوله يهتز في فوضى مفرطة حتى تحول المشهد الثابت المستقر الى اخر عشوائي غير مستحب ولم يدرك ذلك السائح الخليجي الذي جاء الى الاراضي التركية لقضاء وقت ممتع تهدأ فيه نفسه بعدما يلملم شتة امره من جديد ويعود الى بلاده بنفس هادئة مطمئنة حتى يعيد الكرة من جديد ويسعى في مناكب الارض بحثا عن رزقه انه سيكون على شفا خطوة من يوم موعود فما ان اهتز سريره الذي يحمله في ليلة شتوية باردة تائها في بلاد غريبة حتى استيقظ قلبه ولسانه ولم تجرع عيناه ان تتفتح حتى لا ترى ما يكسر الامل في نفس صاحبها فظل يتمتم بذكر الله راجيا ان يسمع المولى صوته في هذه اللحظات الفارقة والتي انكشف له فيها الغمام وما ان اشتدت الهزة الارضية واصبح صوتها لا يطاق فاسقطت كل شيء من حوله حتى فر من مرقده يبحث عن ملاذ امن لكنه لم يهتدي اليه فكل شيء من حوله تحول الى خراب تدمرت فيه كافة مقتناية الحجرة الفندقية الفاخرة على وضعها ولم يبقى له الا ان يحدث الله بعد ذلك امراء ولم يصدق السائح السعودي نفسه بعد ان هدأت الاوضاع بعض الشيء ووجد ان الغرفة الفندقية التي يقطن بها لم تتضرر كثيرا من الهزة الارضية العنيفة فقام ببث مقطع الفيديو المصور حتى يدرك الجميع من حوله مقدار الكارثة التي ضربت الاراضي التركية في ذلك اليوم المشهود وتداول العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي لحظة وقوع الزلزال التي سجلها السائح الخليجي فجر الاثنين السادس من فبراير عام الفين وثلاثة وعشرين من داخل غرفته الفندقية والتي ستظل لحظة فارقة في تاريخ البشرية كلها بعد كم الدمار والاسى الذي خلفته تلك اللحظة المدمرة وراءها في جنوب الاراضي التركية والسورية حيث أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وسوريا بلغت قوته سبع درجات فاصل ثمانية على مقياس ريختر والذي حدث على عمق سبعة عشر فاصل تسع من العشر كيلو مترا بالقرب من مدينة غازي عنتاب بعد أن خلف خسائر مدية وبشرية ضخمة وسط مخاوف بالمزيد وانهارت العديد من المباني القائمة بالفعل في المنطقة الجنوبية التركية ونشرت فرق الإنقاذ للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الإنقاذ حيث تضررت عشر مدن تركية من الهزة الأرضية وهي غازي عنتاب وكهرمان ماراس وهتاي وعثمانية وأديمان وملتايا وأضنى وديار بكر وغيرها فهل تستقر الأوضاع خلال الساعة القليلة القادمة؟ موسيقى